بسم الله الرحمن الرحيم دعاء للشدائد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال عليه السلام اللهم إني أسألك يا مدرك الهاربين ويا ملجأ الخائفين ويا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا منتهى غاية السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين يا أرحم الراحمين يا حق يا مبين يا ذا الكيد المتين يا منصف المظلومين من الظالمين يا مؤمن أوليائه من العذاب المهين يا من يعلم خائنة الأعين بخافيات لحظ الجفون وسرائر القلوب وما كان ويكون يا رب السماوات والأراضين والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ورب الجن والإنس أجمعين يا شاهدا لا يغيب يا غالبا غير مغلوب يا من على كل شيء رقيب وعلى كل شيء حسيب ومن كل عبد قريب ولكل دعوة مستجيب يا إله الماضين والغابرين والمقرين والجاحدين وإله الصامتين والناطقين ورب الأحياء والميتين يا الله يا رباه يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم يا أول يا قديم يا شكور يا حليم يا قاهر يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عالم يا قدير يا قهار يا غفار يا جبار يا خالق يا رازق يا فاتق يا راتق يا صادق يا أحد يا صمد يا واحد يا ماجد يا رحمن يا فرد يا منان يا سبوح يا حنان يا قدوس يا رؤوف يا مهيمن يا حميد يا مجيد يا مبدء يا معيد يا ولي يا علي يا غني يا قوي يا بارئ يا مصور يا ملك يا مقتدر يا باعث يا وارث يا متكبر يا عظيم يا باسط يا قابض يا سلام يا مؤمن يا بار يا وتر يا معطي يا مانع يا ضار يا نافع يا مفرق يا جامع يا حق يا مبين يا حي يا قيوم يا ودود يا معيد يا طالب يا غالب يا مدرك يا جليل يا مفضل يا كريم يا متفضل يا متطول يا أواب يا سمح يا فارج الهم يا كاشف الغم يا منزل الحق يا قابل الصدق يا فاطر السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض يا ذا البلاء الجميل والطول العظيم يا ذا السلطان الذي لا يذل والعز الذي لا يضام يا معروفاً يا موصوفاً بالإحسان يا موصوفاً بالإمتنان يا ظاهراً بلا مشافهة يا باطناً بلا ملامسة يا سابق الأشياء بنفسه يا أولاً بغير غاية يا آخراً بغير نهاية يا قائماً بلا انتصاب يا عالماً بلا اكتساب يا بل أسماء الحسنى والصفات المثلاء والمثل الأعلى يا من قصرت أوصفه ألسن الواسفين وانقطعت عنه أفكار المتفكرين وعلى وتكبر عن صفات الملحدين وجل وعز عن عيب العائبين وتبارك وتعالى عن كذب الكاذبين وأباطي للمبتلين وأقاوي للعادلين يا من بطن فخبر وظهر فقدر وأعطى فشكر وعلى فقهر يا رب العين والأثر والجن والبشر والأنثى والذكر والبحث والنظر والقطر والمطر والشمس والقمر يا شاهد النجوى وكاشف الغمى ودافع البلوى وغاية كل شكوى يا نعم النصير والمولى يا من هو على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا منعم يا مفضل يا محسن يا مجمل يا كافي يا شافي يا محيي يا مميت يا من يرى ولا يرى ولا يستعين بسناء الضياء يا محصي عدد الأشياء يا علي الجدي يا غالب الجند يا من له على كل شيء يد وفي كل شيء كيد يا من لا يشغله صغير عن كبير ولا حقير عن خطير ولا يسير عن عسير يا فاعل بغير مباشرة يا عالم من غير معلم يا من بدأ بالنعمة قبل استحقاقها والفضيلة قبل استيجابها يا من أنعم على المؤمن والكافر واستصلح الفاسداء والصالح عليه ورد المعانداء والشارد عنه يا من أهلك بعد البينا وأخذ بعد قطع المعذرة وأقام الحجة ودرأ عن القلوب الشبهة وأقام الدلالة وقاد إلى معاينة الآية يا بارئ الجسد وموسع البلد ومجري القوت ومنشر العظام بعد الموت ومنزل الغيث يا سامع الصوت وسابق الفوت يا رب الآيات والمعجزات مطر ونبات وآباء وأمهات وبنين وبنات وذاهب وآت وليل داج وسماء ذات أبراج وسراج وهاج وبحر عجاج ونجوم تمور وأرواح تدور ومياه تفور ومهاد موضوع وستر مرفوع ورياح تهب وبلاء مدفوع وكلام مسموع ومنام وسباع وأنعام ودواب وهوام وغمام وآكام وأمور ذات نظام من شتاء ومصيف وربيع وخريف أنت أنت خلقت هذا يا رب فأحسنت وقدرت فأتقنت وسويت فأحكمت ونبهت على الفكرة فأنعمت وناديت الأحياء فأفهمت ولم يبقى علي إلا الشكر لك والذكر لمحامدك والانقياد إلى طاعتك والاستماع للداعي إليك وإن عصيتك فلك الحجة وإن أطعتك فلك المنا يا من يمهل فلا يعجل ويعلم فلا يجهل ويعطي فلا يبخل يا أحق من عبد وحمد وسئل ورجي واعتمد أسألك بكل اسم مقدس مطهر مكنون اخترته لنفسك وكل ثناء عال رفيع كريم رضيت به مدحة لك وبحق كل ملك قريب منزلته عندك وبحق كل نبي أرسلته إلى عبادك وبكل شيء جعلته مصدقا لرسلك وبكل كتاب فصلته ووصلته وبينته وأحكمته وشرعته ونسخته وبكل دعاء سمعته فأجبته وعمل رفعته وأسألك بكل من عظمت حقه وأعليت قدره وشرفت بنيانه ممن أسمعتنا ذكرا وعرفتنا أمرا وممن لم تعرفنا مقاما ولم تظهر لنا شأنا ممن خلقته من أول ما ابتدأت به خلقك وممن تخلقه إلى انقضاء علمك وأسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول وأخذت به المواثيق وأرسلت به الرسل وأنزلت عليه الكتب وجعلته أول فروضك ونهاية طاعتك ولم تقبل حسنة إلا معها ولم تغفر سيئة إلا بعدها وأتوجه إليك بجودك ومجدك وكرمك وعزك وجلالك وعفوك وامتنانك وتطولك وبحقك الذي هو أعظم من حقوق خلقك ثم كان يقول عليه السلام ثلاث عشرة مرة وأسألك يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه ثم يقول عليه السلام وأرغب إليك خاصا وعاما وأولا وآخرا وبحق محمد الأمين رسولك سيد المرسلين ونبيك إمام المتقين وبالرسالة التي أداها والعبادة التي اجتهد فيها والمحنة التي صبر عليها والمغفرة التي دعا إليها والديانة التي حرض عليها منذ وقت رسالتك إياه إلى أن توفيته بما بيّن ذلك من أقواله الحكيمة وأفعاله الكريمة ومقاماته المشهورة وساعاته المعدودة أن تصلي عليه كما وعدته من نفسك وتعطيه أفضل ما أمل من ثوابك وتزلف لديك منزلته وتعلي عندك درجته وتبعثه المقام المحمود وتورده حوض الكرم والجود وتبارك عليه بركة عامة خاصة ماسة زاكية عالية سامية لا انقطاع لدوامها ولا نقيصة في كمالها ولا مزيد إلا في قدرتك عليها وتزيده بعد ذلك مما أنت أعلم به وأقدر عليه وأوسع له وتؤتي ذلك حتى يزداد في الإيمان بصيرا وفي محبته ثباتا وحجا وعلى آله الطاهرين الطيبين الأخيار المنتجبين الأبرار وعلى جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين وحملت عرشك أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا قد ذل مصرعي وانقطع وذهب مسألتي وذل ناصري وأسلمني أهلي وولدي بعد قيام حجتك وظهور براهينك عندي ووضوح دلائلك اللهم إنه قد أكد الطلب وأعيت الحيل إلا عندك وانغلقت الطرق وضاقت المذاهب إلا إليك ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وكذب الظن وأخلفت العدات إلا عدتك اللهم إن مناهل الرجاء لفضلك مترعة وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستغاثة لمن استغاث بك مباحة وأنت لداعيك بموضع الإجابة والصارخ إليك ولي الإغاثة والقاصد إليك قريب المسافة وإن موعدك عوض عن منع الباخلين ومن دوحة عن ما في أيدي المستأثرين ودرك من حيال الموازرين والراحل إليك يا ربي قريب المسافة منك وأنت لا تحتجب عن خلقك إلا أن تهجبهم الأعمال السيئة دونك وما أبرئ نفسي منها ولا أرفع قدري عنها إني لنفسي يا سيدي لظلوم وبقدري لجهول إلا أن ترحمني وتلحظني وتعود بفضلك علي وتدرأ عقابك عني وترحمني وتلحظني بالعين التي أنقذتني بها من حيرة الشك ورفعتني من هوة الضلالة وأنعشتني من ميتة الجهالة وهديتني بها من الأنهاج الحائرة اللهم وقد علمت أن أقضل زاد الراحل إليك عزم إرادة وإخلاص نية وقد دعوتك بعزم إرادتي وإخلاص طويتي وصادق نيتي فها أنا ذا مسكينك بائسك أسيرك فقيرك سائلك منيخ بفنائك قارع باب رجائك وأنت آنس الآنسين لأوليائك وأحرى بكفاية المتوكل عليك وأولى بنصر الواثق بك وأحق برعاية المنقطع إليك سري لك مكشوف وأنا إليك ملهوف وأنا عاجز وأنت قدير وأنا صغير وأنت كبير وأنا ضعيف وأنت قوي وأنا فقير وأنت غني إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك وإذا صبت علي الأمور استجرت بك وإذا تلاحكت علي الشدائد أملتك وأين يذهب بي عنك وأنت أقرب من وريدي وأحصن من عديدي وأوجد من مكاني وأصح من معقولي وأزمة الأمور كلها بيدك صادرة عن قضائك مذعنة بالخضوع لقدرتك فقيرة إلى عفوك لا تفاقة إلى قارب من رحمتك وقد مسني الفقر ونالني الضر وشملتني الخصاصة وعرتني الحاجة وتوسمت بالذلة وعلتني المسكنة وحقت علي الكلمة وأحاطت بي الخطيئة وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه الإجابة فامسح ما بي بيمينك الشافية وانظر إلي بعينك الراحمة وأدخلني في رحمتك الواسعة وأقبل علي بوجهك للجلال والإكرام فإنك إذا أقبلت على أسير فكبت وعلى ضال هديت وعلى حائر آويت وعلى ضعيف قويت وعلى خائف آمنت اللهم إنك أنعمت علي فلم أشكر وابتليتني فلم أصبر فلم يوجب عجزي عن شكرك منع المؤمل من فضلك وأوجب عجزي عن الصبر على بلائك كشف ضرك وإنزال رحمتك فيا من قل عند بلائه صبري فعافاني وعند نعمائه شكري فأعطاني أسألك المزيد من فضلك والإيزاع لشكرك والاعتداد بنعمائك في أعفى العافية وأسبغي النعمة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تخلني من يدك ولا تتركني لقاء لعدوك ولا لعدوي ولا توحشني من لطائفك الخفية وكفايتك الجميلة وإن شرت عنك فارددني إليك وإن فست عليك فأصلحني لك فإنك ترد الشارد وتصلح الفاسد وأنت على كل شيء قدير اللهم هذا مقام العائد بك اللائد بعفوك المستجير بعز جلالك قد رأى أعلام قدرتك فأرهي آثار رحمتك فإنك تبدأ الخلق ثم تعيده وهو أهون عليك ولك المثل الأعلى في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم اللهم فتولني ولاية تغنيني بها عن سواها وأعطني عطية لا أحتاج إلى غيرك معها فإنها ليست ببدع من ولايتك ولا بنكر من عطيتك ولا بأولى من كفايتك ادفع الصرعة وانعش الصقطة وتجاوز عن الزلة وقبل التوبة وارحم الهفوة وأنجي من الورطة وأقل العثرة يا منتهى الرغبة ويا غياث الكربة ووليا النعنى وصاحبي في الشدة ورحمان الدنيا والآخرة أنت رحماني إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو عدو يملك أمري إن لم تك علي ساخطا فما أبالي غير أن عفوك لا يضيق عني ورضاك ينفعني وكنفك يسعني ويدك الباسطة تدفع عني فخذ بيدي من بحض الزلة فقد كبوت وثبتني على الصراط المستقيم واهدني وإلا غويت يا هادي الطريق يا فارج المضيق يا إلهي بالتحقيق يا جاري اللسيق يا ركني الوثيق يا كنزي العتيق احلل عني المضيق واكفني شر ما أطيق وما لا أطيق يا أهل التقوى والمغفرة وذا العز والقدرة والآلاء والعظمة يا أرحم الراحمين وخير الغافرين وأكرم الناظرين ورب العالمين لا تقطع منك رجائي ولا تخيب دعائي ولا تجهد بلائي ولا تسئ قضائي ولا تجعل النار مأواي واجعل الجنة مثواي واعطني من الدنيا سؤلي ومناي وبلغني من الآخرة أملي ورضاي وآتني في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وأنت حسبي ونعم الوكيل شكرا على المشاهدة من قدير красون حسنا مع المشاهد وآت신�ектор اشتركوا في القناة شكرا على المشاهدة وشكرا على المشاهدة وأنت حسنا